بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدة محمد علائه وصحبه المعين معكم مستر محمد السيد سالموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية عنوان محاضرة اليوم نموذج القمم القصيرة البدينة والقيعان المقلات الشكل العام لنموذج القمة القصيرة البدينة كما هو موضح شكل واحد بينما الشكل العام لنموذج القاع المقلات كما هو موضح في شكل اتنين بالنسبة للقمم القصيرة البدينة تأتي بعد اتجاه عام صاعد أما القيعان المقلات فإنها تأتي بعد اتجاه عام هابط ما هي خصائف هذه النماذج وكيف نتعامل معها وكيف نتداول بها هذا ما سنتناوله في هذه المحاضرة ان شاء الله بالشرح والتفصيل من خلال شرح معايير تشكل كل من النموذجين مع ملاحظة أنهما نموذجان عاكسان للاتجاه والآن مع هذه المعايير التي تنطبق على كل من النموذجين رقم واحد يجب أن يكون السوق في مصار عام صاعد أو هابط حسب النموذج يعني في حالة نموذج القمم القصيرة البدينة يتكون في نهاية اتجاه صاعد إنما في حالة نموذج القيعان المقلات يتكون النموذج في نهاية اتجاه هابط رقم اثنين يتشكل النموذج من شموع كتيرة عند القمة أو القاع على حسب الاتجاه وهذا يعني بفرض أن أنا عندي اتجاه صاعد لكي يتشكل معي قمم قصيرة بدينة لازم يكون عندي مجموعة من الشموع في هذه القمة أيا كان عدد الشموع اثنين تلاتة اربعة خمسة حتى لو وصلت لعشر شموع ما فيش مشكلة لكن لازم يكون فيه عدد كبير من الشموع ما يقلش عن اربع او خمس شموع رقم تلاتة الصفات الخاصة بهذه الشموع هو أنه يجب أن تكون أحجام الشموع قصيرة وعلى شكل مدور ما معنى هذا الكلام يعني بعد اتجاه صاعد لازم يكون عندي بداية للقمة القصيرة شمعة طويلة ثم الشموع التي تأتي بعدها من صفتها أنها تكون قصيرة وأحجام أجسمها بدينة ومدورة ومش مهم اللون حمراء أو خضراء بيعية شرائية أي أن كان نوعها أو شكلها مش مهم لكن الطابع الذي يغلب عليها هو أن تكون أحجامها صغيرة والعكس صحيح في النموذج اللي بيكون بعد اتجاه هابط والذي يسمى بلقاع المقلات يعني كما بالشكل بيكون عندي اتجاه هابط عندي فيه الشمعة الأولى حمراء دبابية بيعية بزخم كبير ثم تأتي شموع أجسمها صغيرة وربعة ممكن تكون إغلاقها عند نفس المستوى وممكن تكون متفوتة في الإغلاقات بعد الشيء بس أهم حاجة أن أحجام هذه الأجسام أقل من حجم جسم الشمعة الأولى الحمراء شمعة البداية التي تأتي قبلهم كمان لازم هذه الشموع سواء في القمة أو في القاع تكون على شكل مدور ومش هتكون حدة بالشكل ده أبدا وإنما تتخذ نوع من الشكل الدائري وكما قلنا سواء في القمم أو في القاع المقلات دائما تتخذ نصف الدائرة القصيرة رقم أربعة من المعايير الهمة جدا وهو أنه يجب أن تكون هناك فجوة سعرية في النموذج حتى يكون النموذج صحيح هذه القمة المدورة والتي تسمى بالقمة البدينة في التحليل الياباني لازم يكون فيها فجوة سعرية ثم شمعة أخرى تغلق بعد الفجوة السعرية وليس شرطا أن تكون هذه الشمعة التي تغلق بيعية هكذا يكون قد تشكل معنا قمة قصيرة بدينة والعكس صحيح في حالة الاتجاه الهابط بيكون عندنا اتجاه هابط يأتي في نهايته شمعة حمراء بيعية دبابية بزخم معين ثم يتشكل عدد من الشموع البدينة وراء بعض وأجسمها صغيرة ثم تتشكل معي فجوة ثم يتشكل معي شمعة طويلة بزخم ليس شرطا أن تكون شمعة شرائية وهكذا يكون قد تكون لدينا القاع المقلات أما المعيار الخامس هو إغلاق الشمعة التي تأتي بعد الفجوة السعرية يعتبر تأكيد وتفعيل لنموذج يعني في هذا النموذج البي الشمعة الأخيرة هذه ممكن تكون الرابعة أو الخمسة أو العشرة غير مهم المهم هنا أن أنا بص على الشكل العام أهم حاجة أنه يكون عندي فجوة سعرية قبلها عدة شموع بدينة وبمجرد أن تغلق الشمعة بعد الفجوة السعرية كده بالنسبة لي بيكون قد تأكد النموذج رقم 6 الشمعة التي تأتي بعد الفجوة السعرية يجب أن تكون أطول من الشموع القصيرة التي قبلها زي ما قلنا في الأول الشمعة الأولى يكون عندها نوع من القوة والزخم ثم يتشكل معي مجموعة من الشموع القصيرة ذات الأحجام الممتلأ البدينة الصغيرة وراء بعض وبعدين تيجي بعدهم الفجوة السعرية ثم يتشكل معي الشمعة التي تغلق بعد هذه الفجوة هذه الشمعة التي تغلق بعد هذه الفجوة السعرية مهم جدا أن جسمها يكون أكبر من أجسام الشموع التي قبلها مع ملاحظة أن الشمعة الأخيرة قد تكون شمعة إنعكاسية ويبقى النموذج صحيح ولا يهم طول الشمعة في هذه الحالة هذا في نموذج القمة القصيرة البدينة والعكس صحيح بالنسبة لنموذج القيعان المقلات طيب يلا بينا نشوف كده مع بعض مثال عملي على الشرط على هذان النموذجان المثال الأول على نموذج القمم القصيرة البدينة في الشرط اللي قدامي ده لو تلاحظ إنه في نهاية اتجاه صاعد تكون عندي شمعة خضراء طويلة نسبيا ثم تشكلت عندي مجموعة من الشموع اللي أجسمها صغيرة وأحجمها قليلة ثم جاءت فجوة سعرية وبعد كده حدث عندي إغلاق من الشمعة اللي جات بعد الفجوة أغلقت تحت هذه الفجوة السعرية وزي ما قلنا في ملاحظة سابقة إن الشمعة التي تغلق بعد الفجوة السعرية ليس شرطا أن تكون شمعة بيعية بالأساس لكن في هذه الحالة تعتبر صحيحة لأنها على شكل هنجنجمان وإحنا عارفين أن الهنجنجمان شمعة عاكسة للاتجاه وهي بكده بتدعم وبتأكد إنعكاس الاتجاه السابق وبالتالي تعتبر صحيحة وبكده بيكون النموذج عندي قد اكتمل وأقدر أتداول من بعد هذه الشمعة مباشرة أدخل صفقة بيع طيب إحنا قلنا إيه عن نموذج ده قلنا أن عندي تجاه صاعد عندي أول شمعة فيها زخم وقوة ثم عندي مجموعة من الشموع تميل إلى الشكل المدور وبعدين عندي فجوة سعرية وكمان جت شمعة أغلقت بعد هذه الفجوة السعرية هذه الشمعة صحيح إن جسمها مش كبير ولكن اعتبرت النموذج صحيح في هذه الحالة لأنها تعتبر نوع من أنواع الشموع الإنعكاسية ونموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه وهو الهنجنجمان الرجل المعلق أو الرجل المشنوق وزي ما قلنا قبل كده أن الظلال وحجم جسم الشمعة يدل على أنه كل ما كانت الظلال طويلة والجسم صغير كل ما كان فيه احتمالية أكبر للإنعكاس يعني من بعد تكون شمعة التأكيد ادخل صفقة بيع مباشرة وانت متطمن بعد غلق شمعة التأكيد أسفل ذيل الشمعة التي جاءت بعد الفجوة المثال التاني على نموذج القيعان المقلات لو تلاحظ ما على الشرط عندي اتجاه هابط بعد هذا الاتجاه عندي شمعة حمراء بيعية فيها زخم واضح ثم ترتها مجموعة من الشموع والتي تعتبر أحجامها صغيرة بالمقارنة بالشمعة الحمراء اللي تكونت في بداية النموذج بعد هذه الشموع لو لاحظت هتلاقي موجود عندي فجوة سعرية بعد هذه الفجوة السعرية موجود عندي شمعة يابانية إنعكاسية خدناها قبل كده اسمها شمعة الدوجي جاءت بعدها شمعة شرائية على الرغم أن الشمعة التي جاءت بعد الفجوة صغيرة إلا أنني اعتبرت النموذج صحيح لأنها أساسا شمعة إنعكاسية دوجي مورنينستار في هذه الحالة أنا أبص على السياق العام حلائي عندي اتجاه هابط ثم عندي قاع واضح أنه مدور وبعدين جت عندي فجوة سعرية وبعد ذلك تشكلت عندي شمعة دوجي مورنينستار حلت محل الشمعة الطويلة اللي من المفترض أنها كانت هي اللي تكون موجودة عشان يكون الشكل مثالي ولكن بما أن الشمعة اللي جات بعد الفجوة شمعة إنعكاسية فده عالج عدم المثالية في النموذج عشان كده يظل النموذج صحيح طيب إنت أتدخل بالشراء يفضل إن أنا اشتري بعد أن تغلق الشمعة الموالية للشمعة التي جاءت بعد الفجوة بعد الذيلة يعني الإغلاق بيكون بعد ذيلة الشمعة الإنعكاسية ثم أبدأ أتداول من بعد هذه الشمعة والتي تعتبر شمعة التأكيد أدخل من بعدها صفقة شراء والخلاصة أنه لكي يكون النموذج مثالي لابد أن الشمعة التي تأتي بعد الفجوة تكون طويلة وبزخم ولكن هذا النموذج فيه مرونة في التطبيق بحيث إذا جاءت الشمعة بعد الفجوة شمعة إنعكاسية فده بعالج عدم المثالية اللي تبقى موجودة في النموذج وأدخل من بعد شمعة التأكيد صفقة بيع أو شراء على حسب إنه ينجر ولذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي وأنا معكم أمستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وثيكولوجي في سوق المال والأعمال وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن ووجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماساً وتروحوا بطاناً